طيب شلون أفرق بين الرجاء وبين الأمن من مكر الله الرجاء عبادة والأمن من مكر الله معصية من كبائر الذنوب كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه فشلون أفرق بينهم كذلك الموضوع في الخوف والقنط من رحمة الله شلون نفرق بينهم تفرق بينهم بعلامة إذا كان هذا الشعور الداخلي اللي تشعر فيه من الطمع في الجنة يجفعك للعمل فهذا شنو؟ فهذا شنو؟ رجاء أما إذا كان هذا الشعور الداخلي يثبتك عن العمل يقعدك عن العمل فهذا شنو؟ فهذا تمن أو هذا أمن من مكر الله فهذه هي العلامة التي تفرق فيها بين الرجاء والأمن من مكر الله ويطلق كذلك الرجاء ويطلق كذلك الرجاء على الخوف كما في قوله تعالى ما لكم لا ترجون لله وقاره يقول الراغب الأصفهاني في تفسير هذه الآية يعني ما لكم لا تخافون من الله فتوقرونه الرجاء أحبتي مثل ما ذكرت دائما ما يقترن بالعمل فإذا كان هناك رجاء من غير عمل فهذا ليس برجاء هذا أمن من مكر الله واستمع لقول الله تعالى حينما يقول إن الذين آمنوا آمنوا والإيمان هنا هو التوحيد ومن أتى بالتوحيد أول ركن أو علامة من علامات وجود الرجاء لديك هي توحيد الله تبارك وتعالى فلا يمكن أن يرجو الله تعالى أحد ليس لديه توحيد وقلبه مليء بشرك لا يمكن أن يرجو الله تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله شوف الله عز وجل ذكر أعمال بعدين يا ربي أولئك الذين يرجوهم رحمة الله أول شيء آمنوا وهاجروا وجاهدوا ثم رجوا رحمة الله ولم يقدم الرجاء على الأعمال إنما قدم الأعمال على الرجاء